أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنها تريد بدء محادثات بشأن السودان هذا الأسبوع في سويسرا رغم غياب ممثل الحكومة السودانية التي أبدى تحفظات على الوسطة الأمريكية المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريليو قال في مؤتمر صحفي في جونيف أن هذه المحادثات هي امتداد لتلك التي أجريت في جدة لكنه أشار إلى أن جونيف ليست المكان المناسب لإجراء حوار سياسي مشددا على أن إقحام سياسيين يمكن أن يضيع ساعات وساعات في البحث في أمور لا علاقة لها بالحد من العنف أو زيادة المساعدات فهل تتحقق هذه الأهداف في محادثات جونيف وما أسباب الرفض السوداني للطرح الأمريكي منذ أكثر من عام يخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع حربا أسفرت عن مقتل الآلاف ونزوح الملايين ومن المقارر أن تبدأ مفاوضات بوساطة أمريكية في سويسرا في محاولة جديدة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار مفاوضات لن تكون الأولى من نوعها لكن واشنطن تأمل في تحقيق انفراجة هذه المرة لكن لتحقيق أي تقدم بحسب المراقبين يجب أن يحضر الطرفان المتحاربان إلى طاولة المفاوضات وفي حين أعلنت قوات الدعم السريع موافقتها غير المشروطة على المشاركة قررت الحكومة والجيش عدم المشاركة بيد أن واشنطن أعلنت أنها ماضية في اجتماع سويسرا بغض النظر عن موقف قائد الجيش عبدالفتاح البرهان وحكومته فلماذا يرفض البرهان الطرح الأمريكي؟ جاء الرفض بعد فشل اللقاء تشاوري بين وفد الحكومة السودانية وديبلوماسيين أمريكيين في مدينة جدة السعودية لسببين رئيسيين السبب الأول يكمن في إعلان جدة الذي تتمسك به الحكومة السودانية كمنبر وحيد للمفاوضات وهي ترى أن الوفد الأمريكي لم يلتزم بدفع قوات الدعم السريع إلى تنفيذ إعلان جدة الموقع بين طرفي النزاع في مايو 2023 والذي يتضمن الالتزام بحماية المدنيين في السودان ولم يسفر إعلان جدة سوى عن وقف إطلاق نار قصير الأمد العام الماضي تم انتهاكه على الفور أما السبب الثاني فيكمن في مشاركة الإمارات التي تعد من إحدى العقبات الرئيسية إذ ترفض الحكومة السودانية إصرار الوفد الأمريكي على مشاركة الإمارات العربية المتحدة بصفة مراقب في المباحثات المرتقبة وعبرت عن رفضها وجود أي مراقبين جدد ويتهم الجيش السوداني أبو ظبي بدعم قوات الدعم السريع فهل تفشل المفاوضات التي يعلق عليها العديد من الضحايا السودانيين آمالا عريضة هذه المرة أيضا؟ سؤال سنناقشه مع ضيفين الكريمين من القاهرة الأستاذ عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيارة السودانية ومن واشنطن الدكتور محمد شرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية إذن أبدأ معك أستاذ عثمان ما الذي جرى في جدة حتى رفضت الحكومة السودانية الذهاب إلى جونيف؟ هل السبب هو وجود الإمارات كمراقب لأي اتفاق محتمل؟ أو للمفاوضات برمتها؟ لا يعني أنا أعتقد هناك نوع من الالتباس الذي ناتج من ارتباك في الموقف الحكومي ليس هناك حيثيات صحيح طرحت حيثيات محددة هي أن المنبر يجب أن يكون منبر جدة وأن المراقبين الذين يختيروا بواسطة الولايات المتحدة الأمريكية هم ليسوا لم تتم عملية مشاورة مع الجانب السوداني لذلك يعترض على وجود الإمارات هذا ما قيل من جانب بعض المتحدثين السودانيين وليس بصورة رسمية حتى الآن من جانب الحكومة السودانية واضح أن كل هذه الأسباب ليست دقيقة يعني مثلا كانت هناك جولة مفاوضات في المنام العاصمة البحرينية في شهر يناير الماضي شاركت فيها الأمارات هذه المفاوضات استمرت بين الجيش والدعم السريع لمدة ثلاثة أسابيع ولم تكن مفاوضات غير مباشرة كما كانت في ميمبر جيدة كانت مفاوضات مباشرة بين الطرفين وجها لوجه ومع ذلك كانت الإمارات موجودة فإذن إثارة مسألة الإمارات الآن ليست حقيقة لأن السبق كما قلت أنها شاركت في ذلك ثانيا ما يتعلق بأن هذا ممبر رسولة وممبر جيدة هل تلك المواجهة وتلك الانتقادات التي وجه مندوب السودان في الأمم المتحدة إلى نظره الإماراتي؟ هذه كانت ملاسنة يعني هي لم تغير من الموقف الموقف الآن يتحدث عن الإمارات الإمارات كونها مراقب في هذه المفاوضات الإمارات كانت موجودة أيضا في مفاوضات سابقة في يناير الماضي بين الدعم السريع والجيش السوداني أما يتعلق بممبر جيدة وهذه أيضا تثار بصورة متكررة أكثر من مرة صرح أكثر من مسؤول خاصة المبعوث الأمريكي الخاص شخصيا قال أن هذه الجولة المفاوضات هي امتداد لمنبر جيدة بنفس التزاماته السابقة كان هناك التزام وقع في شهر مايو من السنة الماضية بموجبه ألزم الدعم السريع بإخلاء بيوت المواطنين والمقارة العامة وقد وقع الطرفان على ذلك الآن هذا الالتزام قايم وذكر بصورة مباشرة هذا البند بالتحديد وكل الالتزامات التي تم التوقيع عليها فإذن كل الأسباب التي تثار الآن ليست دقيقة وأنا أعتقد أن الأمر يتعلق بخلافات داخلية هي خلافات أو ربما هواجس بين البرهان شخصيا وبعض الأطراف السياسية التي تدعم الجيش عموما بصورة مطلقة وأعتقد أن هذه الأطراف تعتقد هي لديها رؤية أن تستمر هذه الحرب لحين ترتيب الأوضاع السياسية ما بعد الحرب وأن الحرب لو انتهت الآن قد لا تكون لهذه الأطراف قدرة على السيطرة على المشهد السياسي ولذلك تحتاج إلى فترة من الزمن طيب ما قولك دكتور محمد الشرقاوي هل السبب هو الإمارات أم خلافات داخلية في تحالف البرهان وبعض الفصائل المسلحة السودانية هي عدة اعتبارات مركبة لكن دعني في الأول أركز على طبيعة المبادرة الأمريكية ولمدى اقتراح اجتماع جونيف في هذه المرحلة وزارة الخارجية وأيضا المبعوث الخاص طوم بيريليو يريدان توسيع المبادرة إلى عملية سياسية وليس فقط التفاوض على وقف إطلاق نار أو خطة متوسطة المستوى وإن كان هذا الطرف الأمريكي يريد أن تبني الأطراف السودانية برمتها على ما تحقق في اتفاق جدة وفي مفاوضات المنامة وغيرها الخلاف هو أن حضور الإمارات إذا أخذناه من الزاوية الأمريكية هو خطوة منطقية لماذا؟ لأن الوساطة بطبيعتها ومحاولات تسوية أي صراع تقتضي أن تحضر الأطراف المباشرة وأيضا الأطراف غير المباشرة ولا يستطيع أحد أن يقلل من أهمية الدعم والموقف الإماراتي من قوات الردع السريع إذن ينبغي العودة إلى أين يكمن أصل الوجود أو قوة هذا الفصيل السياسي والعسكري في المقابل نجد أن الحكومة السودانية والجيج السوداني يريدان الالتزام بكل ما تم الاتفاق عليه في جدة بمعنى الحفاظ على أن تسير الأمور في نفس النسق الذي بدأته جدة ولا يتسع لأمور أخرى بالأكثر من هذا هذا النسق وافق عليه الوسيط الأمريكي قال أن مفاوضات جونيف ستكون استمراراً لمفاوضات جدة أليس كذلك؟ لكن مع توسيع دائرة التركيز على أساس أننا الآن نبحث الأزمة السودانية في وجهها العسكري وفي تعقيداتها والبحث عن حل سياسي وليس فقط اتفاق لوقف إطلاق النار أو اتفاق عسكري بمعنى آخر لا ننظر إلا نختازر الأزمة في السودانية في قوات الدعم السريع والجنرال حميتي أو الجيش السوداني والجنرال البرهان ولكن نريد كل الطيارات الداخلية والخارجية المؤترة لإنجاح هذه المبادرة لإنجاح هذه المبادرة الحاجة إلى الطيارات أو إلى القوى الخارجية الضالعة في هذا النزاع ذكرت مصر هل أفهم منك أن تنائية مصر والإمارات التي تتشبت بها الولايات المتحدة الأمريكية تشي بأن مصر تدعم الجيش والإمارات تدعم أحميتي أو الدعم السريع كما أفدت تقارير أمومية وصحفية كثيرة؟ لا شك أن المبعوط الأمريكي الخاص بريليو يدرك حقيقة أن هناك قنوات وهناك جسور دعم خارجية لكل الفريقين الأساسيين في السودان ويمكن أن نوسع الدائرة إلى مصر وإلى الإمارات وإلى روسيا أيضا وقوات واغنر بمعنى كل من له مصلحة يستفيد منها أو يؤثر من خلالها على سير الأزمة واستمرارها هو ينبغي أن يستحضر بشكل أو بآخر لكن أيضا لا يمكن توسيع المائدة فقط حتى نصبح مع الأطراف غير المباشرة أكثر من التفاعل بين الأطراف المباشرة أرى أن من وجهة تسوية الصراعات خطوة ينبغي أن تأخذ بحسبة كل هذه الأطراف ولكن أن تحافظ على القرى داخل الملعب بحيث يمكن تحريك المفاوضات وتحريك النقاط التي ينبغي بحتها حتى لا تصبح الأزمة السودانية تقرأ من الخارج ولا تقرأ من الداخل لكن الأزمة السودانية والمساعي الأمريكية أو الوساطة الأمريكية لحلها لربما أصيبت في مقتل عندما تمنع البرهان أو رفضت ذهاب إلى جونيف لماذا تسر من وجهة نظرك دكتور محمد إدارة بايدن على نقل مفاوضات السودان إلى جونيف رغم رفض الطرف الحكومي المشاركة يبدو أن وزارة الخارجية وصلت إلى قناعة أن فلسفة جدة أو مفاوضات جدة قد وصلت إلى مدها ويمكن الآن البحث عن خطوة أخرى إلى الأمام لذلك لم يعد التركيز في تصريحات المبعوث الخاص على نتائج جدة بمعنى هل سنطبقها الآن أم لا ولكن هو يتحدث عن إطار آخر أو سيسميه عملية سياسية أي political process فمن هنا أرى أن يمكن أن نعتبر أن الموقف الأمريكي الآن يدعو إلى تدويل الأزمة السودانية وجونيف بحكم مصاريها الحيادي هي أيضا منطقة القبول بها بمعنى منطقة حيادية من الناحية السياسية ومن ناحية الرمزية وأيضا نلاحظ في نفس الوقت أن واشنطن تفادت دعوة الأطراف السودانية إلى واشنطن أو إلى نيويورك أرى أن مصار جونيف الآن له أهميته بأن نذول القضية وأيضا أن تأتي الفصائل والحكومة السودانية للبحث عن حل أكبر من مجرد اتفاقات قد تكون مفيدة في أوانها وإن لم يتم تطبيقها والالتزام بها على المدى المتوسط والبعيد طيب أريد أن أسمع وجهة نظرك أستاذ عثمان مرغني فيما تعلق بإصرار الوفد الأمريكي على مشاركة دولة الإمارات كمراقب وأيضا مشاركة مصر واعتبار مشاركة هذين البلدين بالتحديد عاملا مساعدا على التوصل إلى اتفاق أي دور تلعبه مصر وأي دور تلعبه الإمارات إن لم يكون يدعمان كل على حدة طرفي الصراع طيب يعني هو هذه العملية بدأت منذ بداية هذا العام عندما تم تكليف المبعوث الخاصة الأمريكي بدلا من السفيرة الأمريكية كانت في مينبر جدة كان الذي يشرف على المفاوضات هو السفيرة الأمريكية في السودان مع بداية هذا العام أقيل السفيرة الأمريكية والسبدل بالمبعوث الخاصة الأمريكية فهو ابتدر ما أسماه خارطة طريق جديدة هذه الخارطة تضم ثلاثة مسارات في المينبر السابق كان مساران فقط مسار إنساني وعسكري الآن هو أضاف المسار السياسي المسار السياسي والذي تحرك فعلا يعني خلال الفترة الماضية المسار السياسي أسند إلى مصر يعني مصر كانت تولت المسار السياسي بحكم أن لديها صلاة بكل الطيف السياسي السوداني من أقصى اليمين إلى أقصى الإسار ونجحت مصر فعلا في إقامة مؤتمر في شهر يوليو الماضي وكان لأول مرة منذ عدة سنوات منذ حوالي أربع سنوات تجتمع كل القوى السياسية السودانية تحت سقف واحد لكن ألا توقع كلها على بيانه الختمي لا يعني هذا أمر شكلي لكن مجرد وجودهم كان اختراقا أنا كنت موجود في هذا المطور كان اختراقا كبيرا وكنت أحس ذلك حتى في الشعور العام لدى الأطراف أنهم اقتربوا من بعضهم البعض لأول مرة بهذه الطورة الاجتماع الذي يليه عقد في أديس أبابا ثم بعد ذلك اجتماع آخر الآن يعقد في أديس أبابا أصبح المسار السياسي متحرك لكن كما قال المبعوث الأمريكي بعيدا عن المسار العسكري والإنساني الذي يبحث في منبر جدة هناك وهذه نقطة أعتقد مهمة جدا يمكن أن تفثر الذي يحدث الآن هناك الدعوة تمت فعلا لهذا الاجتماع في جولة في شهر مايو الماضي في مدينة جدة يعني هذا الاجتماع نفسه الذي يعقد الآن في سويسرا كانت دعوة له في شهر مايو الماضي في جدة ولم تنعقد أيضا لاعتزار الطرف الجيش ثم اكتكررت الدعوة مرة أخرى في نفس الشهر مرة أخرى ولم ينعقد وأصبحت هذه الدعوة الثالثة يعني في سويسرا الآن بعد دعوتين لم تنجحا ثم جاءت هذه الدعوة الدعوات الأولى كانت في جدة الآن هذه الدعوة في سويسرا تغير المكان فقط لكن لا يزال يحتفظ بسمات جدة حتى الاجتماع الذي عقد في شهر يناير الماضي في المنامة أيضا كان تحت مظلط منبر جدة فإذا كلمة جدة أو منبر جدة هي عنوان لهذا المسار العسكري التفاوض بين الطرفين ولكنه ليس عنوان لمكان متحرك المكان جدة المنامة كان من الممكن أن يعقد في القاهرة الآن في سويسرا كيفما كان العنوان تابتا أو متحركا هناك عابل مهم وهو أن الروس ضالعون في هذا الصراع كيف يمكن أن تنجح الوساطة الأمريكية بدون مشاركة روسية فهي من جهة تحصل على الذهب وتدعم بوقوات فاغنر بحسب تقارير صحفية الدعم السريع ومن جهة أخرى تسعى للحصول على قاعدة عسكرية على البحر الأحمر وبالتالي صفقات لبيع الأسلحة إلى البرهان والجيش بدون روسيا أي حظ لنجاح الوساطة الأمريكية؟ طيب أنا أقول لك بمعلومات دقيقة جدا وهذا الملف الروسي فيه كثير جدا من الأوهام أكثر من الحقيقة أولا فاغنر بالتحديد هي في البداية قبل أن تبدأ مع الدعم السريع كانت موجودة أصلا في عهد الرئيس البشير كانت تأتي بصورة نظامية وتعمل مع الطرفين في مجالات التدريب ومجالات أخرى ومجال إنتاج الذهب ثم بعد ذلك دعمت الدعم السريع بصورة واضحة وكبيرة واصبحت جزء من ترتيبات الدعم السريع العسكرية في مواجهة الجيش السوداني لكن باغنر بعد ذلك اختفت هي نفسها من الساحة لم تعود هناك باغنر الآن الجانب الروسي حكاية أن هناك قاعدة روسية الذي لا يعرفه الجميع حتى الآن هذه القاعدة الروسية التي كان قدمها البشير مجانا على طبق من ذهب كهدية إلى الرئيس بوتين هذه القاعدة الروسية تم توقيع الاتفاق عليها في العام 2019 بعد الثورة السودانية وتم إلغاء هذا الاتفاق من الجانب السوداني وهذا الأمر قد لا يكون معروف للكثيرين عندما ذهب نائب رئيس مجلس السيادة قبل عدة أشهر إلى جانب الروسي في محاولة لتسويق هذه القاعدة في مقابل الحصول على بعض الامتيازات والدعم الروسي كان فوجيا بأن الجانب الروسي قال أننا أغلقنا ملف هذه القاعدة لا نريد أن نعود إليها مرة أخرى طالما وقعناها اتفاقا ثم بعد ذلك نقض هذا الاتفاق من الجانب السوداني نحن لا نريد أن نعود لموضوع القاعدة يمكن أن يكون هناك تعاون عسكري أو أي تعاون آخر لكن ليس في مجال القاعدة إذن الورق الروسية ليست بهذه القوة التي يمكن أن تؤثر على سير الأوضاع أو حتى أن تضغط على الجانب الأمريكي كما يظن البعض البعض يعتقد أن الجانب السوداني حكومة السودانية تلعب ورقة روسيا وروسيا وإيران طبعا للضغط على الجانب الأمريكي لكن أنا أعتقد أن الجانب الأمريكي يدرك أن إيران بالنسبة للسودان هي سوبر ماركت لشراء أسلحة وليس لاتصال كما هو موجود في اليمن أو في ثوريا أو غيرها هي علاقة عابرة تصفقت بالتسليح وليس هناك أي انكداد السلاتيجية أرتبط باقتناء الأسلحة وصفقات من هذا القبيل دكتور محمد الشرقوي هل تتفق مع هذا الطرح؟ لاحظنا أن البرهان حرك ورقة روسيا وإيران وشهدنا بعدها مباشرة اهتماما أمريكيا لافتا بالملف السوداني وبدأ هذه الوسطى هكذا ربط مراقبون كثر بين خطوة البرهان في اتجاه موسكو وطهران والاهتمام الأمريكي بالملف السوداني ما رأيك؟ هل تتفق مع ما ذهب إليه الأستاذ عثمان؟ ثلاث ملاحظات بشكل مقتضب الأولى أن السودان بأزمته وبمتهته الحالية تبقى من أهم ما يركز عليه الموقف الأمريكي في استراتيجيته في القارة الصمراء ويمكن أن نعود تاريخيا إلى أزمة ترفور وأيضا إلى انقسام السودان إلى السائل السودان وجنوب السودان هناك تاريخ طويل سواء على مستوى الحكومة أو على مستوى الكونغرس بأهمية هذا السودان في أوضاعه المضطربة أكثر من المستقر الملاحظة الثانية أختلف مع زميلي في هذه الحلقة لا يمكن التقليل من أهمية الدور الروسي لعدة أسباب وأعود إلى دائما في تحليل الصراعات نقول علينا أن نتتبع خيط المال والسلاح والدعم السياسي بين من يخوضون الحروب الأهلية ومن أين تأتي هذه المصادر فبالتالي وإن غاب وجه واغنر بكما كنا نعرفه والآن هناك استراتيجية روسية لا تزال تركز على السودان فبالتالي قوات الردع السريع أو حمدت بالأساس لا يمكن أن يكون بما يدعي أنه هو وقواته إلا بمجموعة من مصادر القوة الخارجية ومنها الدعم الروسي لذلك أرى أن قوة تفاصيل السودان معين مرتبط بهذه الجسور المفتوحة والدعم الخارجي المراحلة الثالثة أيضا أننا في هذه المرحلة للأسف ما يمكن أن أعتد بما أسميه بمعضلة مشتركة بين الأزمة السودانية حاليا والأزمة الليبية والأزمة السورية على الأقل منذ 2011 أننا في هذه الأزمات العربية الأفريقية نأخذ صراعا مع الأياد الخارجية وللأسف حتى الأزمة الليبية وحتى الأزمة السورية والأزمة السودانية تتعطر في طريق البحث عن تسوية على الأقل لأننا تحدث عن سلام مستدام ولكن على الأقل الحد الأدنى من الاستقرار نارى أروا يعني من خلال متبعد هناك دائما هذه المصالح الخارجية والأصابع التي تفسد أي طبخة سواء كانت في جدة أو ستكون في روسيا بمعنى آخر لا يمكن التقليل من تأثير مصر على فصيل معين من تأثير الإمارات وروسيا وأطراف أخرى أيضا نجد دائما علق الأربع إلى خمس عواصم تؤثر على كل تلك الأزمات سوريا، سودان، ليبيا وأيضا اليمن فبالتالي أرجو أننا أن نفتح أيضا أن هناك مواجهات وخلافات داخلية لكن البحث عن الحل يصطدم مع أن المصالح الخارجية هي أقوى بكثير من الإرادة لدى هؤلاء وحتى وإن ظهرت نزاعات وطنية إلى أنها لا تصمد طويلا أمام قوة التأثيرات الخارجية وإن كانت الحكومة السودانية نفسها تتحدث عن سيناريو دعم روسي من خلال الفيلق الإفريقي لم تعود هناك فاغنر تتحرك في ليبيا والسودان والتشاد وإنما الفيلق الإفريقي وبالتالي تصل الأسلحة عن طريق الكفرة إلى الليبية إلى مطار فيتشاد ومنها إلى دارفور إلى الدعم السريع أستاذ ميرغاني بهذا الشكل تكون العلاقات بين الحكومة السودانية وواشنطن قد ازدادت سوءا ولربما تكون العلاقات بين الدعم السريع وواشنطن قد تحسنت لأن الدعم السريع قبل الذهاب إلى جنيف بدون شروط هل تتفق مع من يرى بأن الرفض رفض الذهاب إلى جنيف من الناحية السياسية من ناحية السعي لتحسين العلاقات مع واشنطن ليس في مصلحة البرهان والمؤسسة العسكرية؟ طبعا يعني عدم الذهاب إلى جنيف جنيف سيكون له تداعيات كبرى سيكون نقطة تحول كبيرة في الأوضاع في السودان لأنها ستغير بعد ذلك الاستراتيجية الأمريكية التي تعمل بها حتى ولو تغيرت الإدارة سيكون هناك متغيرات بموجب هذه المتغيرات سيدخل السودان في طائلة داعيات بعضها ربما استخدام الرجوع العودة أخرى لاستخدام سلاح العصى ضد بعض الشخصيات العقوبات المباشرة ورغم أنها غير فعالة بما يكفي لكن ستكون هناك بعض الإجرات أنا أعتقد من واحد من هذه الإجرات وتحدث عنها المبعوث الأمريكي هو فرض ممرات آمنة بالقوة في مناطق النزاعات هذا سيكون سيناريو خطر جدا لأنه يعني السيناريو كما تحدثت الدكتور الشرقاوي قبل قليل سيناريو التدويل الحقيقي حتى الآن أنا أعتقد الأزمة السودانية لكن إذا وصلت مرحلة وجود جنود لفرض ممرات آمنة في بعض المناطق السودانية التي تتعرض فيها إلى أزمات ولا يستطيع أن تصل إليها مغادرة الإغاثة الإنسانية هذا سيكون متغير كبير جدا أنا أعتقد أن هناك التلويح الآن مثل هذا الآن بالصحيح البعض يتحدث عن الفص السابع رغم أنه غير وارد لكن هناك التداعيات قد تأتي بصورة خارج نطاق التوافق الأممي بمعنى أن تكون بعض القوى الدولية وبعض القوى الإقليمية قادرة بعد ذلك على استخدام آلياتها في التعامل على الأرض مع الأوضاع في السودان هذا سيكون واحد من التداعيات إضافة للتداعيات أخرى ربما تتعلق بالأوضاع السياسية أنا أعتقد واحدة من أكثر الأشياء التي قد تكون خطرة جدا على الحكومة في بور سودان هو التلاعب ورقة الاعتراف بهذه الحكومة الرئيس البرهان قبل أيام قليلة طلب من الجانب الأمريكي اعترافا صريحا بأنه هو رئيس ملسيادة لأنه لاحظ أن المكاتبات الأمريكية حاولت أن تتجاهل منصبه السيادي وكانت تتحدث عنه كقائد للجيش وأوتي هذا التعهد يعني قدم له هذا التعهد أو أرسل إليه خطاب بمعنى بهذه الصيغة هذا يعني عمليا إمكانية التراجع عن هذا الوضع باعتبار أن إذا كانت هناك تداعيات وهنا مواجهة حقيقية بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان قد تكون واحدة من أدوات هذه المواجهة هو السحب الاعتراف بالحكومة وهذا له تداعيات كبيرة لأنه سيجد بعد ذلك بعض القوى السياسية السودانية التي ستنتهز هذه الفرصة وتحاول أن تطور هذا السحب سحب الاعتراف لحكومة في المنفى أو محاولة إيجاد نوع من سيناريو حكومتان في السودان واحدة معترف بها واحدة غير معترف بها كما في ليبيا كل هذه السيناريو هاته أنا أعتقد تدخل الجيش السوداني في تداعيات هو في غنى عنها أنا أعتقد الذهاب إلى هذه المفاوضات ورقة رابحة إلى أبعد مدى 90% من أوراق التفاوض في يد الجيش السوداني ومن الممكنة الاستفادة منها كثيرا لكن للأسف الإرادة الآن هي إرادة قوة سياسية وليس إرادة الجيش هناك قوة سياسية هي التي تملي هذا الوضع ولذلك المسارة السياسية أنا في تقدير مهم لأن القوة السياسية تلعب خلف الكواليس هذه الأدوار التي في النهاية تفرض على الأطراف العسكرية كيف تتصرر أستاذ عثمان ذكرت نقاطا مهمة وقلت بأن عدم الذهاب إلى جنيف قد يدفع القوى الدولية إلى إرسال قوات لفرض طرق ومناطق آمنة لإيصال المساعدات لمن يستحقها لملايين المتدررين والمحتاجين للمساعدات على وجه السرعة في السودان هل هذا السيناريو وارد دكتور محمد؟ أولا داني أعلق على على إشارة صديق مرغني قضية سحب التق أو سحب الاعتراف هناك ورقة الآن تلعب ضمنيا من كلا الفريقين من الردع السريع وأيضا من الجيش السوداني ورقة اكتساب الشرعية السياسية الردع السريع يستجيب لنداء واشنطن لحضور جونيف وحقب لها جدة والمناموة إذن هناك مسعى من قبل هذا الفصيل أن يظهر بأنه بمثابة نصف المعادلة السياسية في الأزمة السودانية هذا مكسب له لكن في المقابل نجد أن الجيش السوداني يلعب ورقة الشرعية بطريقة مختلفة فهو يعني يضم إليه أيضا صفة أو موقف الحكومة السودانية وكأنهما وجهان لنفس العملة ويرفضان حضور جونيف لكن هذا يهدد أيضا بأن الرأي العام الخارجي خاصة في الولايات المتحدة وأوروبا قد ينقلب أيضا إلى اعتبار الجيش السوداني والجنرال برهان بأنه جيش مارق لا يمثل الشعب وبالتالي قد تكبر الدعوات إلى ضرورة العودة إلى الحكم المدني فبالتالي ينبغي على البرهان في هذه المرحلة أن يزن حساباته بطريقة أكتر دقة عدم المغالات في الدعويل على أنه جزء من الحكومة والحكومة تمثله وأيضا الشرعية التي ينظر إليها من ماشنطن ومن عواصم أخرى بالعودة إلى سؤالك حول لا شك أن هناك أهمية للجسور الإنسانية وأعتقد أنه تحقق بعض الشيء في هذه المرحلة بعد اتفاق جدا منذ ماي من العام الماضي لكن هل يكفي ما يتحقق أنا أقول لا الأزمة السودانية فيها مجاعة فيها لاجئين فيها نوع من الحصار عدد من السودانيين لا يجدون الآن مخرج لذلك أرى أنه ينبغي أن توزيع كل من المصاري الإنساني والمصاري العسكري على أساس أن المصاري السياسي هو الضلع التالت وينبغي تطبيق هذه المصارات بشكل متوازن وما لم يتم هذا لا أعتقد أن لا واشنطن ولا المجتمع الدولي يمكن أن يضع الأزمة السودانية على مصار التسوية ومصار الابتعاد عن التشنج وعن الجمود الذي طال لأكثر من خمسة عشر شهرا حتى الآن طيب لكن أستاذ عثمان مرغني هناك من يرى بأن البرهان تفادى مجازافة نقل المفاوضات إلى المدينة السويسرية إلى جونيف التي أصبحت نذيرة شؤمن لفرقاء الأزمات في الدول العربية بعد الفشل الذريع لمفاوضات جونيف السويسرية هل تتفق مع هذا الطرح الذي يردده محسوبون على طيار الجيش للدهشة هل تصدق أن جينيف بالنسبة للأزمة السودانية طبعا السودان دائما أزمات للأسف الشديد منذ الاستقلال حتى الآن الأزمة السابقة التي كانت بين شمال السودان وجنوب السودان وحرب امتدت لحوالي عشرين عاما وكانت مستحصية إلى أقصى درجة عندما قرر مبعوث الأمريكي جان دانفورث لحظتها أن ينقل المحادسات السودانية بين فرقاء السودانيين من كينيا نيروبي ومن العواصم الأفريقية إلى جينيف ذهب ونقل هذه المباحثات إلى هناك حقق انتصارا سريعا كان مثلا وكان بداية نهاية أزمة جنوب السودان لأنه هذا الاتفاق الأول الذي عقد هناك والذي تم التفاق عليه خلال حوالي أسبوعين مهد الطريق بعد ذلك لمفاوضات أخرى جرت في نيفاشا في نيجيريا في كينيا وأدت إلى تقسيم السودان وأدت إلى إلى استقلال جنوب السودان أدت نعم يعني ندير شؤم بالجسبة لمن يؤمن بوحدة السودان ولا ربما تؤدي هذه المفاوضات إلى الفصال دارفور نعم نعم اتفق معك لكن هذه أخطاء سياسيين يعني المجتمع الدولي ساهم في أن يكون هناك اتفاق سلام لمدة ست سنوات فترة انتقالية يفترض خلال هذه الفترة انتقالية أن يحقق الأطراف وحدة أطلق عليها الوحدة الجاذبة لكن السياسيين ودائما هم وراء هذه الحروب هم الذين فشلوا بعد ذلك في صناعة هذه الوحدة فانقسم جنوب السودان بتصويق عن طريق الدموقراطية وصندوق الانتخابات بأكثر من 96% صوتوا لصالح الانفصال وإذا هذا فشل سياسي الداخلي وليس فشل من المجتمع الدولي بطبيعة الحال أستاذ محمد شرقاوي دكتور محمد السؤال الأخير وباختصار لو تفضلت هل بات الطريق ممهدا لوساطة صينية في ظل عدم الثقة في واشنطن من قبل الجيش السوداني على الأقل نحن إذن أمام جدلية هيجيلية كلما تعطرت جهود الغرب وخاصة الموقف الأمريكي إلا وتظهر الصين على أنها البديل الديبلوماسي أعتقد أن كثرة الطباخين قد تفسد مذاقة أو طعم ما قد يطبخ ولن يطبخ بشكل يعني معقول فبالتالي أنا من الذين يقولون ويؤمنون بأن الحلول حقيقة لا تأتي لا من جنيف ولا تأتي من بيجين ولا تأتي من عواصم ومن قارات بعيدة بل يكمن الحل في أن تخفت أصوات المتشنجين والمنفاعلين داخل الخرطوم وأن في النهاية ليس المنطق هو معادلة صفرية إلغاء الآخر وكسب المطلق للدات لكن ينبغي البحث عن حل وطني وأعتقد أن هناك زمر من الوطنيين الخلص في المجتمع المدني السوداني الذين عليهم الآن أن يبلبر مبادرة إلى الردع السريع إلى الجيش إلى الحكومة إلى الرأي العام الدولي أتمنى أن نرى نواتا لحل وطني سوداني ينطلق من الخرطوم قد يتبلور وقد يتبناه المبعوث الأمريكي في جنيف أو في غيرها لكن لا أعلق آمال كبيرة بفرضية أن الحلول الخارجية تنفع في الداخل ولكن ما يحضر أو ما ينضج في الداخل يمكن أن يتحول إلى مبادرة دولية متماسكة شكرا جزيلا لك دكتور محمد شرقاوي كنت معنا من واشنطن وشكرا لك أيضا أستاذ عثمان مرغاني كنت معنا من القاهرة مشاهدين الكرام المسائية متواصلة في جزئها الثاني بعد الفاصل فابقوا معنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر